ترى السلامين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوتوريسا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك لإحتفال السنوي لتكريم قوات حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم دفاعا عن السلام حيث كانت شاد من الدول التي فقدت جنودها في تلك القوات الأممية حيث حضر المناسبة التكريمية سفير شاد في الأمم المتحدة مصطفى ألي أليفي تقرير أبد الرحمن آدم رحمة تقديرا لتلك الضحايا الكبيرة التي قام بها بعض من الجنود في دول العالم هماية للسلم والأمن الدولي عبر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فقد شهد مقر الأمم المتحدة بنيويورك مناسبة تكريم الدول والجنود الذين لقوا حتهم دفاعا عن السلام والاستقرار حيث ترأس هذه المناسبة التي تقام سنويا الأمين العام للأمم المتهدة أنتونيو جوتيريس وممثلي الدول التي شاركت في عمليات حفظ السلام في العديد من الدول وقد مثل البلاد في هذه المناسبة سفير شاد في الأمم المتهدة سعادة مصطفى ألي أليفي حيث أن شات فقدت هذا العام في أمليات حفظ السلام بمالي 13 جنديا وتقديرا عرفانا لدور شات فقد قام الأمين العام للأمم المتهدة بوضع باقة من الزهور على النسبة التسكري لهؤلاء الجنود كما قدم تعازيه لأهالي الذين لقوا حتهم لقضية السلم والأمن الدوليين فباسم الأمم المتهدة فنحن نشكر ونقدر جهود الهكومات التي شاركت في عمليات حفظ السلام في الدول التي تشهد صراعات وهروبات